اشتركوا في القناة على اخواتي اشتركوا في القناة او يشوفوا الفيديو الاول مرة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس فضلا منكم باش توصلوا دائما بالجديد ان شاء الله فعلى بركة الله اخواتي سنبدأوا الفيديو اليوم فان شاء الله سنتعلموا مع بعديتنا كيف سنبرموا الخيط فعطنا اخواتي ثلاثة الانواع الخيط خيط ديال الطرز كيف ما كتشوفوه وعدنا الخيط السقلي النقري وعدنا كذلك الخيط ديال الحرير كيف ما كتشوفو اخواتي فالنتيجة ديال البرم كتجعلها تشكل فكلكم اغلبية كتشوفوه فكينزف المبتدئات كيلقوا مشكل في البرم كتننشحش معهم طريقة فان شاء الله غاد نبرم معكم كل خيط بوحدو باش تسهل عليكم طريقة خطوة بخطوة تعلموا ان شاء الله معايا فاذا نخليكم معايا الاخير باش تستفدوا واتعلموا باذن الله تعالى وشكرا لكم على المتابعة اذا اخواتي غاد نبدأ معكم الخيط ديال الترسفة غاد ن يعني فانا خضيت منه شعراء او خيط فدورته على الاسبع الكبير ديال الرجلية حتى ولا على ربعة يعني مضوبل ولا على ثمانية ربعة بالهد الاتجاه وربعة للجهة الاخرى فنجمعوا كامل خيط ديالنا كيوليو بللي كنجمعوهم كيوليو عندنا ثمانية وكنقسموهم كيوليو عندنا ربعة لهد الجهة وربعة للجهة الاخرى بهالطريقة اخواتي كنحاولو نلويو الخيط الاول يعني عليه دينا وكنخدموه على الجهة الاخرى بهالطريقة اخواتي فبالنسبة لعدد المرات فانتوما على حسب بغيتو الخيط المبروم زيان او مبروم غير شوية كيف ما كانتشوفو فغادي نشدو هذك الجهة المبرومة نحاولو نلويوها كذلك عليه دينا ونخدمو على الجهة الاخرى بنفس الاتجاه فهذه هي الطريقة بكل بساطة يعني الخيط اللولين كنتخدمو بنفس الاتجاه وده بعمله غادي نجمعوهم غادي نديرو عكس الاتجاه العكس دي الاتجاه الاول لكنك نديرو بهالطريقة هذي اخواتي فغادي نسرحو الخيط بيدينا وغادي يكون جاهز الاستعمال كيف ما كتشوفو اخواتي فنفس الطريقة ان شاء الله حبيباتي واخواتي غادي نعودها معكم ولكن هاد المرة بالخيط ديال اسقلي المقرع كيف ما كتشاهدو حبيباتي فغادي ان شاء الله ناخدو منو يعني شعره حتى هو او خيطه حاولو ندوروها على الاصبع الكبير ديال جلينا ربعة ديال الخطرات حتى كيدولي علينا على تمانية كيف ما كتشوفو كذلك غادي ربعة الاتجاه وربعة الاتجاه الاخر كيف ما كتشوفو اخواتي فانا قسمتهم في الوسط وغادي نفس الطريقة نحاولو ندورو علي الدينة وغادي نخدمو على الجهة الاولى من نفس الطريقة فانا درت مرة وجوج ثلاثة ربعة يعني كان دير ربعة ديال المرات حيت كان بغي يجي للخط نبروم زيان فايلا بغيتو الخيط يعني كيكون عادي مرخي فاغتديرو غير على ثلاثة كيف ما كتشوفو يعني نفس الاتجاه غنديرو كذلك ربعة ديال المرات يعني نلوي والخيط على بعضو ربعة ديال الخطرات او ربعة ديال المرات وغادي نحاولو نجمعوهم بجوج نقدوهم وغادي نلويوهم بعكس الاتجاه الاول كيف ما كتشاهدو اخواتي كذلك ربعة ديال المرات يعني نفس العدد درنا ثلاثة ديال المرات فغادي نستمرو بنفس العدد غادي نحاولو نسجحوه كذلك فهو جاهز كذلك لاستعمال كيف ما كتشوفو اخواتي بكل بساطة اما الان اخواتي فان شاء الله غادي نبرم معكم الخيط ديال الحرير كيف ما كتشاهدو حبيباتي فهذا الخيط هذا اللي عندي فيه ثلاثة ديال الشعرات ماشي ربعة وكين خيوط كتحتوي على ربعة ديال الشعرات فانا يعني ضوبلته غير مرة واحدة يعني على الاسبعة رجلية ما نحتاجوش نضوبلوه بززاف ديال المرات حيث فيه شعرات يعني مخدومين مع بعضهم فغادي نلويو الخيط الأول على هيد دينا والخيط الثاني نبرموه بهذا الاتجاه فهذا المرات غادي ندير غير ثلاثة ديال المرات وغادي نلويو الجهة اللي برمناها على يدينا ونخدموه على الجهة الأخرى بنفس الاتجاه نتمنى يكون الشرح واضح وتكون الصورة واضحة حبيباتي بعض الطريقة فالآن غادي نجمعوهم مع بعضياتهم وغادي نبرموهم بعكس الاتجاه الأول بعض الطريقة ثلاثة ديال المرات نفس الشيء ونحاولو نسرحوهم زيان كيف ما كتشاهدو فهو كيجي شوية مرخي على الأول اللي درتو على ربعات المرات فحتى هو كيكون جاهز الاستعمال إذن أخواتي فمن بعد ما تعلمنا الطريقة ديال برم الخيط مع بعضياتنا كيف ما كتشوفو فهذه هي النتيجة فكيجي سليس وسهل في الاستعمال وعنده جمالية خاصة به فكل خيط وخاء برمناه بنفس الطريقة فكل واحد عنده جمالية خاصة به يعني تابع نوع ديال الخيط دياله كيف ما كتشاهدو فبالنسبة للخيط المبروم فيعني ضروري منه ما غادش نستغنوا عليه بالنسبة للأخوات اللي بغاني تعلموا الطرز باليد فضروري من تعلموا يعني كيفش نبرموا الخيط فانتمنى أنكم فهمتوا الطريقة وإن شاء الله تكونوا تعلمتوا معايا بإذن الله تعالى وإن شاء الله غادي نحاول ندير معاكم فيديوهات قادمة على الأنواع ديال الغرزات اللي غادي نطبقوا إن نحتاجوا فيهم الخيط المبروم بإذن الله تعالى إذن أخواتي نتمنى هذا الفيديو هذا يكون الإعجاب ديالكم ما تنسوا ليش اللايك للفيديو وتخليوا لي تعليقاتكم الجميلة والرائعة تساؤلاتكم وانتقاداتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته